خدعوكي فقالوا إزاي يكون عندك ثقة بنفسك؟ أول حاجة حرقات الجسم بتعكس الثقة بالنفس لازم تعودي وظهرك مفروض بصة في عيني اللي قدامك رجلك مستقيمة يعني ما تضمهمش على بعض تبقي عدم منكمشة كده على نفسك لأ أعودي كده ورجلك مستقيمة وقعدة مرتاحة ما تقرقضيش في دوافرك والابتسامة تبقى على وشك وقوعي تعرقي سيطري على التوتر، سيطري على القلق اللي جواكي سيطري على أن أنت مش وثقة في نفسك وقوعي تعرقي مش قادرة، عرقتها أو من كترة ما أنا متوترة وطبعاً الكلام ده كله هزي لأنه لو الواحد أصلاً ما عندهوش ثقة بنفسه فإزاي هيقعد وهو رأسه مرفوع كده ومبتسم للحياة ومش هيقعد هو منكمش على نفسه وإزاي هيسيطر على العرق؟ لهو برضو من الزرار يعني أول مهندوس عليه كده خلاص من شخص خايف خجول قلقان لشخص وثق في نفسه ومقبل على الحياة فيش الكلام ده طب لأنا دلوقت شخص ما عنديه ثقة بالنفس أنا شخص مش عارف يبقى أوثق في نفسه أعمل إيه؟ أصدقوا الموضوع لو حركات جسم ما كانتش حد غيرب يعني وبعدين لو هنعرف نسيطر على أجسامنا فإذا الموضوع هيبقى حلو لكن إزاي أبقى أوثق في نفسي؟ طيب أول حاجة أهتم بشكلي وبمظهري هتقولولي بس المظاهر ومش كل حاجة صحة بس في ناس أول ما بتشوفنا كده بتحكم علينا من شكلنا أنت لو مهتم بشكلك كده وبمظهرك هتلاقوا الناس شوية بتحترمكم لمجرد بس إن شكلكه حلو بلس إنه الشكل أصلاً لما الواحد بيهتم بشكله يعني ده بينعكس علينا داخلياً يعني ده بيدينا إحساس زيادة بالثقة بالنفس أنت كلما يكون شكلك مهن دم كده وجميل ومهتم بلبسك ومهتم بشكلك ده هيديكي أصلاً أنت إحساس بالثقة بالنفس وفي قاعدة تانية مهمة برضو أو بتقول فاكت تليو ميكت يعني نعمل الحاجة بشكل فاكت لحد ما نصدق إن الحاجة تحقيقية يعني دلوقتي قاعدة مثلاً زهانة ومهمومة وشايلة طاجن سيتي فقراسي لو أنا حسست نفسي شوية إن أنا سعيدة ومبسوطة وابتديت إن أنا أبتسم ده بينعكس علي أنا فبيخليني فعلاً حس إن أنا سعيدة حتى لو أنا كنت يعني متضايقة قوي فالحاجة اللي مش عارفين نعملها ومش راضية إن هي تثبت معانا نحاول مرة واثنين وتلاتة إن إحنا نعملها لحد ما نصدقها فإحنا لما بنصدق الناس بالتالي برضو بتصدقنا لحد ما تبقى جزء مننا كده ونعملها بشكل تلقائي يعني نعملها من غير ما ناخد فيها مجهود من غير ما نفكر فيها هو أنا خلاص شخص واصق من نفسه فبقت كل تصرفاتي وطريقة كلامي بتدل على إن أنا شخص واصق في نفسه فإحنا نحاول إن إحنا نصدق إن إحنا أشخاص واصقين في نفسنا لحد ما من جوانا كده نصدق ونقتنع إن إحنا فعلا واصقين في نفسنا فبالتالي الناس تصدقنا وبالمناسبة فالثقة بالنفس دي أنواع فإحنا لازم نعرف هي فين أصلا نقطة ضعفنا عشان نشتغل عليها نعرف الحتة اللي إحنا واقعين فيها عشان نعرف نحلها يعني فيه مثلا الثقة اللي هي العادية اللي هو أنا نزلة من بيتي رايحة جمعيتي رايحة شغلي نزلة مشوار فأنا أصلا في الحركات اللي أنا عمي عاملها أنا كده يعني نوع من أنواع الثقة اللي هو أنا بعمل حاجات دي بشكل تلقائي وعادي جدا يعني مش بخد مجهود فيها أصلا ولا ببص لنظرة الناس وهي بصادي وهي رايحة جمعه ونريحة الشغل فأنا واثقة في الحركات أو الخطوات اللي أنا بعملها دي وفيه الثقة اللي هي المكتسبة اللي هو أنا مع الوقت بكتسب مثلا في رياضة معينة أو مهارة معينة أو شغل معين مع الوقت مع التجارب مع الممارسة بكتسب الثقة فببتدي إن أنا أعمل حاجة دي برضو بسهولة وما ببصش للنتيجة وما ببصش لنظرة الناس ليه بقيت خلاص متمكنة في الحاجة دي فدي برضو نعمل أنواع الثقة وفيه الثقة الزائفة اللي هي فيكت تليوميكت الحاجة اللي إحنا بنعملها بشكل فيك وهي أصلا مش في طبيعتنا ولا أي حاجة بس إحنا بنفضل نعملها مرة واثنين وتلاتة عشان نتعود عليها أو عشان نظهر بمظهر الشخص الواثق في نفسه وفيه الثقة الزائدة اللي هو الغرور إن أنا أبقى بعمل حاجة ومتمكنة فيها أو شطرة فيها قوي لدرجة إن أنا مغرورة الحاجة دي وده في أحيان كتير بيبقى شخص أصلا فعلا واثق في نفسه قوي يعني واثق في إمكانياته قوي واثق في كل حاجة بيعملها قوي لدرجة إن هو يعني ما بيعملش بقى أحساب لحد فبيتغرب بقى بيبقى شايف نفسه أحلى وأحسن وأعلى من كل الناس طبعا ممكن أي شخص في الدنيا يجمع ما بين أكتر من نوع من استقاب النفس يعني واحد يبقى واثق مثلا في شغله كويس قوي بتلاقوه في الحتة دي كويس قوي يجي بقى في التجمعات العائلية مثلا أو مع صحابه كده يبقى شخص خجول وعلى طول مبيحبش تجمعات مبيحبش يقابل الناس فممكن أي شخص في الدنيا يجمع ما بين أكتر من كذا نوع في حاجات بتضعف استقاب النفس لازم تبعدوا عنها الحاجات دي بتدمر أصلا استقاب النفس بتخلي الواحد حاسي طول الوقت إن هو قليل وإن هو كده مش كفاية وإن هو عمره ما هيبقى شخص واسق من نفسه وأول حاجة ودي بالإجمع وهي المقرنة مقرنة نفسك بقى بأختك ببنت خالتك بصاحبتك المقرنة عمتا بتدمر استقاب النفس وإحنا دايما في المقرنة بنتلع خسرانين المقرنة دي بتخلي الواحد يشوف حياته وحشة وميشوفش النعم اللي في حياته وميشوفش بس غير الحاجات اللي نقصها ورغم إنه في أوقات كتير ممكن فعلا تبقى حياتنا جميلة ويبقى حياتنا فيها نعم كتير بس إحنا ما بنبقاش بقى شايفين غير الحاجات الوحشة بس ليه؟ عشان عملين نقارن نفسنا بالناس اللي حوالينا دي عندها دي جابت دي سوت دي عملت فنحس بقى إن إحنا قليلين قد كده ونتعقد بقى في عشتنا رغم إنه ممكن يكون عندنا نعم كتير جدا ويكون عندنا حاجات تانية مش عند الناس اللي إحنا بنقارن نفسنا بيهم بس إزاي بقى؟ مجرد ببنحط نفسنا في أي مقارنة مع أي حد بنطلع خسرانين فنازم عشان واحد يعيش مرتاح ما يقارنش نفسه بأي حد الوضوع ده مريح جدا الحاجة التانية بقى عارفين إنتوا جلد الزيت اللي هو قاعد طول الوقت بصل نفسي مثلا في المراقي ده السحنة دي أنا شاكلي عمل جدا دي أنا شاكلي وحش قوي أو مثلا أبقى صحي الصبح في أمان الله لا 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 أنا شاكلي النهاردة تعبان قوي أنا أصلا مش فالحة في الشغل اللي أنا بعمله ده فأنا بروح ليه أنا مروحش الشغل النهاردة أنا ما عند صحاب أنا ما عندش حد يحبني أنا ما عندش حد قريم مني أنا عمري ما هتحب عمري ما هبقى زي الناس كده الجميلة اللي حياتهم جميلة وريئة نفضل طول الوقت صوت داخلي كده دوم تاك دوم تاك جوانا إن إحنا حياتنا وحشة إن إحنا فينا عيب إنه أي حاجة يعني الواحد بقى إيه طول الوقت يبقى بيتكلم مع نفسه كده كلام سلبي اللي هو كلام وحش كلام يقلل من نفسه يقلل من حياته يحسسه إن حياته بايزة وضيعة وإن كل ناس عايش حياتها اللي هو محمد علي كلاي لما كان حد بيسأله عن نفسه كان بيقول أنا الأعظم في كل العصور تخيالوا واحد مصدق نفسه للدرجة دي هينجح إزاي حد شايف نفسه إنه هو أعظم واحد في كل العصور تخيالوا كم من نجاحات اللي هو ممكن يعملها لمجرد بس إنه هو مؤمن بنفسه أو مصدق نفسه إزاي بقى أكون شخص وصق من نفسه سؤال بسيط جدا أنا دلوقت شخص مش وصق في نفسي ونفسي بقى وصق من نفسي نفسي كده أبقى ماشي وصق من نفسي مش خايف من أي حد مش عامل حساب لحاجة ملهاش لازمة هل ممكن ده يحصل؟ هل ممكن أبقى شخص وصق من نفسه؟ لحياة النقوة عادي أصلاً هي دي حاجة مكتسبة وبعيدنا هو الواحد حط في دماغه وإنه هو مش يعرف حاجة مش هيحققها إنه لو حطنا في دماغنا إن إحنا نقدر نعمل أي حاجة إحنا عايزينها هنقدر نوصل لها ونعملها أول وأهم حاجة إن أنا أعمل حاجات تحسن من صورتي أصلاً قدام نفسي أبقى بأعمل حاجات كده تخليني أحس إنه شخص وصق من نفسه كرصات بقى أطور من نفسي أحاول حسن من شكلي من ستيلي أحاول أعمل أي حاجة تخليني كده حاسس إن أنا بقيت شخص أحسن فده هيخلي شوية عندنا ثقاة بالنفس الحاجات الثانية أقول لنفسي كلام حلو فاكريني الصوت الداخلي اللي تكلمنا عنه من شوية أنا وحش أنا محدش بيحبني أنا مش فالحة في أي حاجة عكسه بقى نعمل عكسه بالزبط أنا حلوة أنا جميلة أنا شخص وصق من نفسه أنا نجحة أنا محبوبة نقول كل الكلام الحلو اللي في الدنيا لنفسنا يعني بيننا وبين نفسنا نقول الكلام ده لنفسنا أحط لنفسي أهداف صغيرة واحدة واحدة أبتدي إن أنا أحققها مهما كانت صغيرة مهما كانت في نظر للناس مثلا هي عبيضة أو حاجاتي أنت عملت إيه يعني أنت عملت إيه أفضل أعمل أهداف صغيرة في صغيرة ستيب باي ستيب كده لحد ما أحقق حاجات كتير فعندي زي سيفي كده إنجازات مهما كانت صغيرة بس كلما الواحد بينجز بيحس إن هو عمل حاجة بيحسش إن هو شخص فاضي كده أو ملهوش قيمة أو ما عملش حاجة مهم خايف من حاجة بقى أوجه عارفين اللي تخاف منه وما يجيش أحسن منه أمشي بقى بالمبدأ ده أي حاجة أنا خايفة إن أنا أعملها أعملها خايفة مثلا إن أنا كون موجودة في مكان في ناس كتير أروح المكان ده خايفة مثلا إن أنا أروح مشوار معين أروح واخلص يعني من بقاش عمالين نضرب كده أخماس فأزداز أنا هعمل إيه طب و هيقوله إيه طب و هتصرف إزاي طب و قولي إحصني ما نحطش في دماغنا بقى كل الكلام ده خايف من حاجة واجهها على طول إعملها وزي ما تيجي تيجي بقى كل ما حقق حاجة مهما كانت تفهة وصغيرة أكافئ نفسي أحسس نفسي إن أنا عملت حاجة كده عليها القيمة وتستاهل إن أنا أكافئ نفسي وأحتفل بنفسي أبطل أقارن نفسي بأي حد هي يعني مش سهلة بصراحة حتة المقارنة دي بس مش مستحيلة يعني نقدر إن إحنا نبكس في نفسنا بس بنركسي مع الناس لو قدرت إن أنا أحاوت نفسي بالناس اللي كلامها إيجابي كده ولسانها حلو وعلى طول بتشجعني وبتديني كده طاقة إيجابية أحاوت نفسي بالناس دي قدرتش على الأقل أسد وداني خالص عن الناس اللي طول الوقت بتنتقدني وبتحسسني إن أنا إنسان فاشل وإن أنا ماليش لازمة وإن أنا بعمل شيء حاجة مفيدة في حياتي طبعا هتقولولي إفرد اللي بيعمل معانا كده هم أهالينا وقتها برضو هنحاول إن إحنا نتجنبهم ونسد ودانا عنهم نحاول نثبت ليهم ونفسنا لأ إن إحنا عكس الكلام ده إن إحنا نقدر نحقق حاجة وعلى فكرة معظم الناس أصلا نجحت ما كانوش أهليهم بيسقفوا لهم بقوا بيشجعوهم وبيفرشوا لهم الأرض ورود وكده كان معظمهم بيتكلموا عن قد إيه إن أهلهم كانوا محبوطين وقد إيه كانوا يعني بيحسسون بالفشل وأنهم مش هينفعوا ومش هيفلحوا في حاجة ورغم كده أثبتوا لنفسهم أولا وأثبتوا لأهليهم ثانيا وأثبتوا للناس كلها إن هم يقدروا ينجحوا ويقدروا كمان يحققوا الحاجة اللي هم عايزين أقيم نفسي صح لأن من أكثر الحاجات اللي بتضعف الثقة بالنفس الواحد يحس إن هو أقل من اللي قدامه لمجرد إن هو بيغلط يعني فيه ناس بتحسسنا إن هم ملايكة مجنحات ومجرد ما إحنا بنغلط غلط مهما كان بسيط بيحسسونا إن إحنا أشخاص مش كويسة لأ سامحوا نفسوكوا لأن أصلا ما فيش حد ما بيغلطش فالناس اللي بتعيش علينا في الدور وتعمل فيها دور الملايكة ودور الحكام ويعملوا فيها ربنا ابعدوا عنهم تماما ولا تسمعونهم ولا تعملونهم حساب لأن هم أصلا نفسهم بيغلطوا فلنما يجي أقيم نفسي أقيم نفسي صح أنا غلط خلاص عادي أتعلم من غلطي حاولنا ما قررهوش مرة تانية لكن مفيش بني آدم على وجه الأرض ما بيغلطش زي من أكثر الحاجات يمكن اللي بتضعف برضو الثقة بالنفس قبل وآخر حاجة وهي مش نصيحة هي حقيقة لو الواحد عمل كل الحاجات اللي بتعلي من الثقة بالنفس وحاول إن هو يبقى شخص واثق في نفسه وبعد عن كل الحاجات اللي بتقلل من الثقة بالنفسه وبتقل كده من الواحد بينه وبين نفسه هتلاقوا نفسكو بقيته أحسن كتير هتلاقوا ده بينعيكس على حركاتكو على حركات جسمكو لكن أنا ما ينفعش قاعد أقول لك قاعدي وانت عاملة كده ورفع مناخيرك في السماء وانت أصلا شخص مش وصك في نفسه ومش عارفة زي تقاعدي أساسا عارفة تتلمي على بعضك أساسا في القاعدة بقولك ازي يعملي كذا وكذا وانت هتروحي تعبليه لكن نلعب الأول على الحاجات الداخلية ونلعب على ان احنا نعلم نفتقى بالنفسه وبعد كده هتلاقي بشكل تلقائي ان انت أصلا بقى عندك كارزمة كده والناس بقى اتوغد عنك انطبوع وفكرة ان انت فعلا شخص وصق في نفسه وبس كده سلام